بتوجيه من قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كاركوك باشرت قطاعات اللواء السادس والخمسون حجد الحويجة ومشاركة قطاعات الشرطة الاتحادية بعملية أمنية واسعة تستهدف المناطق المحيطة بجبال مكحول وتطهيرها من مضافات داعش الإرهابي والعبوات النازفة وإعادة نشر القطاعات لتأمين هذه المناطق فضلاً على المناطق المحاذية لنهر دجلة وتجريفها كما أعلنت خلية الأعلام الأمني تنفيذ طائرات F-16 العراقية ضربة جوية استهدفت خلالها أهدافاً لعناصر داعش الإرهابي في سلسلة جبال الخانوكا